ويحتفل أبناء الجالية المغربية المقيمون في مملكة البحرين بالذكرى الثانية والعشرين لجلوس جلالة الملك محمد السادس على العرش في المملكة المغربية الشقيقة مؤكدين عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بكل حب واعتزاز يحتفل أبناء الجالية المغربية في مملكة البحرين بعيد الجلوس الثاني والعشرين لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة مقدرين ومعتزين بما وصلت له العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور وتناغم كبيرين في مختلف المجالات عيد العرش هو عيد المغربة كاملين بنحتفل بيه كل سنة ورغم بعدنا على الوطن دايما بنتذكر هذا اليوم لأنه بيجدد لقاءنا بالملك بتاعنا بيجدد لقاءنا بالعرش بالالتحام العرش مع الشعب فهذا يوم عندنا ما بيت نسي يعني يوم مهم في كل بيت مغربي داخل البلد وخارج البلد الاحتفال دينا في مملكة البحرين لأن مملكة البحرين ومملكة المغربية مملكة واحدة فالحمد لله العلاقات أكثر من أخوية ومع سنين طويلة مو عاد اليوم والحمد لله تزيد يوم عن يوم بالتلاحم بين العرش والشعب وبين المملكة المغربية ومملكة البحرين ملك حمد بن عيسى الخليفة نصر الله فدايما التربط موجود اقتصاديا تقافيا تاريخيا من زمان وهذا بيشرفنا واحنا بنعتز بالإقامة دينا في هذا البلد الطيب في سفارة المغربية كنا نحتفلو بالذكرة 22 التربع صاحب جلالة الملك محمد السادس على العرش وهذه المناسبة عندها رمزية كبيرة بالنسبة المغاربة وخصوصا بالنسبة المغاربة المقيمين بالبحرين والخارج نحتزو بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين والعلاقة التي تجمع خصوصا الملك محمد السادس نصره الله وأخيه الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله نحن اليوم مغاربة مقيمين بالبحرين فرحانين بزاف هذه المناسبة ونشكر البحرين على استقبال جالة وعلى حسن المعاملة جالة وإن شاء الله في تقدم أبناء الجالية المغربية في المنامة شاركوا إخوانهم في الرباط أجواء الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة المهمة لجميع المغاربة مؤكدين اعتزازهم بوطنهم وما بات عليه من نماء وتقدم وتطور شامل متمنين للمغرب دوام التقدم والازدهار بهذه المناسبة كان نستعادة باش نحتفلوه بيوم عيد العرش اللي هو واحد اليوم وطني ورمزي لجميع المغاربة وكان جمعوا فيه كمغاربة وكموظفين تبع الشركة وكيكوا عندنا واحد اليوم الخاص اللي كان نحتفلو به بهذه المناسبة وبهذا اليوم كان نشكر بعض السلطات ودولة البحرين على جميع الدعم اللي قدمت لنا في أيام الأزمة تبع كورونا نحن كشركات ومستثمرين اللي خلتنا نبقوا في المصار ونستثمروا في هاد الجائحة تبع كورونا للدعم اللي قدموه جميع المساعدات اليوم وبدأت من سفارة المملكة المغربية بمملكة البحرين نحن كجالية مغربية نشارك الفرح مع الجالية المغربية الأخرى بالاحتفال 22 على مرور أو تربع ملك محمد السادس نصره الله على المملكة المغربية سنوات مديدة تذكرنا بالتطوير المستمر وتنمية المستمرة لهذا البلد العظيم طبعا نحن كمغاربة نفتخر جدا بالبلد دينا وبالتطوير المستمر اللي كان شهدوه في كل سنة طبعا العلاقات الوطيدة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين والعلاقة الأخوية بين ملك محمد السادس نصره الله وملك البحرين جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة طبعا من هذا المنظر نحن كنقول مبروك للجالية المغربية مبروك لكل مغربي في كل بقاع العالم على هذا العيد إرث كبير للعلاقات البحرينية المغربية أكده هذا التبادل الكبير لمشاعر الود والتآخي بين الشعبين الشقيقين والذي أسس له قادة كلا البلدين من خلال توافقات وزيارات عديدة وناجحة أثمرت ترابطا وتعاضدا يعتز به قادة وأبناء البلدين في جميع المحافل وجميع المناسبات من العاصمة المنامة إلى العاصمة الرباط يحتفل أبناء الجالية المغربية بعيد العرش عيد جلوس جلالة الملك محمد السادس معبرين عن تقديرهم لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات وطيدة في مختلف المجالات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين